يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سمى نحو السمى مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان رمضان الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أبجديات الثقافة الإسلامية صفحة جديدة موضوع جديد سلسلة جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ولكن عن المرحلة المكية مرحلة نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الأذى الذي تعرض له المسلمون الأوائل مرحلة بناء الجيل المسلم الذي حمل الإسلام على أكتافه مرحلة الجدال مع المشركين وبيان الحق والبرهان والسماع منهم والرد عليهم مرحلة نزول القوارع القرآنية القرآن المكي المليء بالزواجر والعبر مرحلة الاضطهاد والتعذيب مرحلة هجرة الحبشة ومرحلة الإسراء والمعراج ومرحلة الذهاب إلى الطائف ومرحلة عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الناس ثم ختام هذه السلسلة بالهجرة إلى المدينة هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام على المدينة هذه المرحلة هي من أعظم المراحل التي نحتاج أن نتذكرها اليوم ونتدارسها اليوم هذه المرحلة المكية مرحلة هي تصب في صميم خطاب الجيل تصب في صميم تنشئة الجيل تصب نريد أن نتذكر ونرجع ونعرف ما الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في تلك المواطن كيف تحملوا كيف صبروا كيف ثبتوا ثم كيف حملوا الإسلام إلى آفاق الأرض حتى وذكروني أنه إن شاء الله في كذا نأخذ بس فقرة من هذه السلسلة سميها أين مات الصحابة رح تشوفوا الصحابة اللي ماتوا في أسقاع الأرض وقد كانوا مجتمعين في مكة في المدينة في منطقة كيف نشر الإسلام في كل هذه الأماكن طيب إذن ستكون السلسلة عن المرحلة المكية النبوية كيف بدأت ما الذي كان فيها إيش الدروس والعبر لن تكون مجرد قصص وإنما نريد أن نأخذ منها العبر وأنتم قد أخذتم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم تكن الفكرة أنه دراسة السيرة بالتفصيل بالمراحل وإنما يعني حزم مختلفة طيب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كان كما تعلمون كان العرب ليش نقول العرب؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بعث داخل الجزيرة العربية وإن كانت رسالته عامة للناس كان العرب يعيشون أحوالا مختلفة هذه الأحوال المختلفة تتسم وتتصف بأنها حال تسير على غير هدى حال تسير لم تكن حالة جامدة لم تكن حالة ركود لم تكن حالة هدوء لم تكن حالة سكون كان فيها معارك وأسواق ومنافسات ومصارعات وأشياء عندهم شيء كثير كلها كانت مرحلة حركة ولكنها كانت مرحلة حركة على غير هدى مثل إيش؟ مثل أن تحمل معك حقيبة وتضع فيها الزاد ثم تنطلق في الصحراء في الليل وتبذل جهدك وأنت تمشي ثم تكتشف حين يطلع الصباح أنك قد ذهبت ودرت ورجعت إلى نفس المنطقة التي أنت فيها ولم يحدث أي شيء وكل يوم تمشي بنفس المسير وتظن أنك ستبلغ ولا تبلغ كانوا يسيرون على غير هدى ولكن كان عندهم يا عز بعض الأشياء الحسنة الباقية من العقيدة إبراهيم أيوة من بقايا دين إبراهيم عليه السلام ولذلك كانوا يعرفون اسم إبراهيم بل وكانوا ينتسبون ينتسبون إليه لكن حقيقة ما كان عندهم ما كان عندهم هداية الدين ما جاء به إبراهيم عليه السلام فعلا كانوا يعني عندهم بعض القيم لا يصح أنه قال أنه العرب ما كان عندهم قيم ولا أخلاق ولا شيء لا كان عندهم بعض القيم الجميلة مثل الكرم المروءة الشجاعة كانوا يعظمون الصدق صحيح ولكن ليس معنى تعظيمهم يا أنه هم كلهم كانوا صادقين لا وكانت في نفس الوقت منتشر أشياء سيئة أكل الأموال بالباطل وحتى عادات جاهلية في الزواج وما يتعلق بالأسرة وإهانة المرأة المرأة كانت كانت المرأة لما يموت الرجل يجوا يحسبوا معاه كم خمسمية ألف درهم وثلاثة حريب ويقسموها مع الفلوس قسمو المرأة مع الفلوس إرث يعني كان الوضع المرأة ليس وضعا حسنا في تلك المرحلة والأهم من ذلك كله من ناحية السوء أنهم كانوا يصرفون طاقتهم الروحية وطاقتهم التعبدية في عبادة ما لا ينفع ولا يضر وكان حول الكعبة 360 صنم 360 صنم تمام وكانوا يعظمون بعض هذه الأصنام تعظيما استثنائيا مثل هبل واللات والعزة ومناه هذه فمكة متفرقة مو كلها في مكة جيد فمثلا في فترة في الطائف في وادي نخلة العزة مثلا وفي مناه بالمشلل المشلل جهة قريب من منطقة ثول الآن قريب من ثول من قديد وثول وكانوا يفتخرون بهذه الأصنام ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وكان عندهم عادات جاهلية مثلا كان عندهم التشاؤم تشاؤم الطيرة يعني مثلا غراب حيوان راح يمين ولا راح يسار إذا راح يمين كويس إذا راح يسار سيء ولا تزال إلى الآن في عادات جاهلية مثلا استقسام بالأزلام شيخ الولادة في الزمن اليوم الأقرب اليوم الأدد في هذه الشيء عندهم الأبراج الأبراج اليوم من عادة الجاهلية فيها أكثر من السابق لكن كانوا دائما نشوف لما يضعف التعلق بالله مو الإنسان يصير ما يتعلق بشيء لا لازم شيء يتعلق في آخر إذا مو حق باطل إذا مو حق بالضبط إذا مو حق باطل هذه هي مشكلة مشكلة الشرك مشكلة عدم تحقيق التوحيد لذلك من أعظم الأمور التي تملأ قلب الإنسان وتجعله يستغني وتجعله يستعلي ليس استعلاء تكبر وإنما استعلاء كفاية على الجهل والظلم والنحرافات الفكرية هو التعلق بالله والتشبع من الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى طيب ومع ذلك في تلك المراحل من الظلام كان هناك بعض الوامضات الصغيرة من النور التي لم تنتشر ولم تكن نورا صافيا أو كاملا يعني كان فيه بقايا من بعض الناس يعني إيش بقوا على التوحيد بقوا على التوحيد كان منهم مثلا زيد بن عمر ابن نفيل والد من؟ سعيد بن زيد والد سعيد بن زيد أحد العشر مبشرين بالجنة ورق بن نوفل وكان كذلك بعضهم يعلم أن هناك نبي كان بعضهم يتصل بأهل الكتاب يتصل بأهل الكتاب باليهود والنصارى عندهم في كتبهم أن هناك نبي سيخرج وأنتم تعلمون أنه في كتب اليهود والنصارى هم يؤمنون باليوم الآخر ويؤمنون بالله سبحانه وتعالى على وجود إشكالات في يعني في التصور وفي العقيدة المتعلقة بالله سبحانه وتعالى في الدين النصراني وحتى في الدين اليهودي من ناحية تثليث من ناحية تعظيم الله سبحانه وتعالى وصفاته فكان عندهم بعض الأمور بس إنها ما هي كاملة ولا مو هي كاملة ما تيجي شيء هي بعض القضايا ولذلك تجدون لهم أبيات أبيات شعرية جميلة قيلت في وقت الظلام المستحكم يعني مثلا من أبيات أبيات أظن أمية بن أب الصلت اللي يقول لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد مليك على عرض السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد فسبحان من لا يعرف الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد ممجد مليك السماوات الشداد وأرضها يدوم ويبقى والخليقة تنفد وكذلك زيد بن عمر هذا من بقايا التوحيد وكذلك زيد بن عمر يقول أرب واحد أم ألف رب أدين إذا تقسمت الأمور هجرت اللات والعزة جميعا كذلك يفعل الجلد الصبور وكذلك قول زيد بن عمر أيضا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا دحاها فلما استوت شدها سواء وأرسى عليها الجبالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الريح تصرف حالا فحالا يعني كانوا يعرفون بعض الأشياء المتعلقة بالله سبحانه وتعالى من بقايا الأديان السابقة ولكنها شيء هنا وشيء هناك شيء عن أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم لكن لم يكن هناك صفاء الإسلام فضلا عن أن يكون عندهم منظومة إسلامية تشريعية إيش الفرق بين إيش معنى منظومة إسلامية تشريعية إيش معنى تشريعية أيوة ما كان فيه وإنما إيش كان عندهم هؤلاء لا 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 أكسد الموحدين هؤلاء إيش كان عندهم تصورات تصورات من الأديان السابقة عن أن الله واحد وعلى أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر وعلى بعض الأشياء المتعلقة بالله كأفعال أو كصفات جيد ولذلك كانوا يعلمون من خلال أهل الكتاب أن هناك نبي سيبعث وأن هناك نبي أضل زمانه أضل زمانه وحتى اليهود طبعا اليهود كانوا ينتظرون جدا وكانوا يعلمون أن النبي خارج وهناك مبشرات قد ذكرها الله سبحانه وتعالى للأمم السابقة تبشر ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا يا شباب انظروا يا شباب منذ أن خلق الله السماوات والأرض منذ أن خلق الله السماوات والأرض لم يستع نور على هذه الأرض كالنور الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام أبدا لم يحدث مثل هذا النور أبدا ألبت ولذلك ولذلك حتى الأنبياء الذين أرسلوا سابقا أخذ الله عليهم الميثاق لئن أدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم محمد ليتبعونه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين آية تقش على البدن من ثقلها وعظمتها وتحس فيها غلض العهد والميثاق شيء شيء عظيم يعني عظيم جدا تمام فكانت يعني الأمم السابقة نتيجة ما عند الأنبياء كانوا يخبرون الأمم السابقة يعني خاصة مثلا عيسى عليه السلام كان يبشر بمجيء نبي عظيم بعده يبشر يعني كان من أعظم البشارات التي جاء بها عيسى عليه السلام أنه سيأتي نبي بعده لأن النبي الذي سيأتي بعده سيأتي معه من الشرائع والحق والعلم والهدى والنور أعظم من الذي جاء مع عيسى عليه السلام أكثر شمولا للبشر من شمول ما جاء به عيسى عليه السلام طيب هو عموما النبي صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء وأحمد ومحمد وهي نفس المعنى تقريبا يعني لكن قد يكون فيها يعني إيش مبحث لغوي دقيق ممكن تراجع إعجاز القرآن في إعجمية القرآن لمحمد رؤوف أبو سعداء أظن أنه ذكر هذه النقطة التصريف للإسم هذا عموما في تلك المرحلة وذلك الحال الذي وصفته قبل قليل بأنه حال السير في دروب الصحراء بلا دليل وبلا شعلة وبلا بوصلة السير إلى غير هدف المسير إلى غير علم الحركة إلى غير غاية بينما الناس على ذلك وخلال سيرهم هذا الذي اصطدموا فيه ببعضهم وأفنى بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا وأخذوا يعني في بعض الحروب أخذوا فيها أربعين سنة على أسباب تافهة وكان عندهم الثار وال إنه إذا قتل من قبيلتك تقتل من قبيلته وكذا والدم يعني كان عندهم مستحكم هذا بينما الناس على هذه الحال إذ إذ لمحت بارقة الفجر وظهرت تباشير الصباح ولكن من اعتادت عينه على الظلام أحياناً يستنكر النور يستنكر النور تجده يغلق عينيه أمام النور فأنت تقول له والله هذا نور ترى والله كويس إنه تطلع عندك هذا النور فتقول لك أنا متعود على الظلام لا أتغير عليه أنا ما أنا مستعد هذا حيأتينا إن شاء الله المهم إذ لمحت بارقة الفجر وظهرت لائحة الضياء والصباح وبين النبي صلى الله عليه وسلم في رأس جبل من جبال مكة وفي غار مشرف على مكة ومنه ترى البيت بيت الحرام مباشرة بيت الله سبحانه وتعالى إذ إذ صدقت البشرى وتحقق الحق و نزل ما كان يبشر به الأنبياء وما أخذه الله سبحانه وتعالى للأنبياء السابقين وجاء جبريل عليه السلام متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في خلوته يتعبد ربه تعبد العام تفكر يعني تعرف الفطرة والسلامة السلامة التي جعل الله عليها نبيه صلى الله عليه وسلم إذ جاءه جبريل عليه السلام في مشهد مهيب وحال عظيم جدا وصورة تقشعر منها الجلود وتنفطر بسببها الأفئدة إنسان أو شيء ضخم جدا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له بدون مقدمات بدون تمهيد بدون أي شيء يا محمد اقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم وقد دهش بهذا الموقف وبهذا المشهد قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد يعني ضمه ضمة شديدة خلاص تشعر أنه ما استطاع يتنفس ثم أرسلني يعني تركني فقال يا محمد اقرأ قال ما أنا بقارئ ففعل الثانية مثل ذلك ثم قال يا محمد اقرأ فقال ما أنا بقارئ ففعل الثالث مثل ذلك ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يحلم وذهب يعني المشهد كأنها عاصفة عاصفة قوية شديدة تكاد تقتلع الأبنية من قواعدها تحف بأكواخ من خشب وتقتلع أسطحها وجذوعها والناس يتشبثون ويتمسكون وتستمر هذه العاصفة وحتى تدرك أو تخشى على نفسك الهلاك والموت ثم تنقشع هذه العاصفة ماذا الشعور بعد هذا العاصفة أيش يكون يعني وإنت توقع مجهز على أنه خلص يا مرح تموت يا أما أي بس تخيل أنه مو بس أنه مثلا شيء سريع حادث لا شيء ضخم كذا عاصفة عصار كبير لا لا يعني الشعور أنك تستوعب إيش سار إيش اللي حصل ما تقدر تصدق فهمت الفكرة تمام فكيف لو أدركت أن هذه العاصفة لم تكن إلا مقدمة رحت تستوعب المفاجأة بعدين تبدأ تبحث عن المهرب صح النبي صلى الله وسلم أتته هذه العاصفة العجيبة لكن هذه العاصفة لم تكن عاصفة مخيفة فقط وإنما كان في بطنها فوارق النور والأمان فهي مخيفة في ظاهرها قوية عظيمة شديدة ولكنها في باطنها هي رياح الفرج ورياح الأمل ورياح اليقين ورياح النور ورياح ورياح فالنبي صلى الله وسلم لما ذهب جبريل عليه السلام نزل مباشرة إلى الجبل من الجبل وتوجه إلى بيته والمسافة عدة كيلومترات يعني ممكن ممكن المسافة يمكن تطلب ماشي يعني يمكن ثلاث ساعات ساعتين ثلاث ساعات أو هذه الحدود حتى تصل إلى البيت البيت الحرام وبيته النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار المروة شفتوا الصفا والمروة بجوار المروة بيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا شرحتها في جوجل قبل أمس بس عموما ممكن برضو أشرح لكم أفتح لكم إياها أقول لكم وين المكان بالضبط رجع النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده يرجف فؤاده تصور التعبير حتى دخل إلى أو على خديج رضي الله تعالى وخديجة خديجة رضي الله تعالى عنها كانت قبل ذلك بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم حبل بل ليس حبلا فقط وإنما جسر ضخم من الحب والمودة والاتصال الروحي والعقلي حيث أنه يعرف أنه هذه المرأة إنسانة عظيمة وإنسانة عاقلة وإنسانة يمكن أن يفضى إليها بالهم ويمكن أن تحدث بما يختلج في الصدر ويمكن أن يسر إليها بما لا يقال عند أحد فلذلك اختار خديجة ولم يختر أحد أصدقائه كان النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك وهو في مكة معروفا كان في مكة معروفا بالصدق والأمانة والكل يحبه قبل الإسلام والكل يعظمه والكل يعتبره من يعني من صميم قريش هذا حفيد عبد المطلب عبد المطلب سيد مكة كلها وهو الذي حدث في وقته حادث تلفيل عبد المطلب ومحمد يعني ومعروف بعدين تو لما اختلفوا عند بناء الكعبة هو الذي جاء فحكم بينهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا كان يمكن أن يذهب إلى بيت من بيوتات أشراف مكة أو ساداته أو ملأ قريش فيكلمه بما حصل ولكنه ذهب إلى خديجة التي جمعت له بينما لم يجمعه أحد من من كان كان يعرف هو لم يكن يحتاج فقط إلى الرأي وإنما كان يحتاج أيضا إلى إلى القرب والعاطفة والمواساة زائد الرأي وال بالضبط المشورة فجاء عند خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني وقال لخديجة لقد خشيت على نفسي خشيت على نفسي يا خديجة كأنه يقول يا خديجة أنا لا أدل من الذي حصل لي هل هو خير أم شر هل هو ينتمي إلى الحق أو هو شيء ممكن يكون فيه من تلبيسات الباطل ما هو بالضبط ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في باطنه مطمئنا أو خلنا نقول في باطنه الصوت الذي يناديه في داخله أنه هذا أن هذه هذا هو الحق وإنما لهول المشهد لم يكن يدري من الذي جرى في هذا المشهد فلما ذهب إلى خديجة وقالها لقد خشيت على نفسي قالت له الكلمة العظيمة الخالدة التي تستحق أن تعلق في الصفحة الوسطى من كتب التاريخ كلا والله لا يخزيك الله أبدا أنت خشيت على نفسك يا محمد الله سبحانه وتعالى لا يخزيك إنك لتصل الرحم إنك لتصل الرحم وتحمل وتحمل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الدهر أو على نوائب الحق يعني مثلك يا محمد وأنا زوجتك التي أعلم من أنت وأنت على هذه الحال لا تنتظر من الله سبحانه وتعالى إلا الخير لم يكن الله سبحانه وتعالى ليخزيك ثم عرفت كيف تتصرف من ناحية الرأي وذهبت به بعد أن طمأنته وواسط قلبه ذهبت به إلى عمها ورقة ابن نوفل وكان ربما ابن عمها ذهبت به إلى ورقة ابن نوفل حتى يعطي رأيه في المسألة لأنه خبير أو صاحب علم صاحب علم بماذا؟ صاحب علم بكتب اليهود والنصارى وكان قد قرأ وكان عنده حتى لغة من لغة أهل الكتاب التي يقرأ فيها كتبهم وكان رجلاً كبيراً شيخاً كبيراً قد عمين رجل كبير فجاءت به إلى ورقة ابن نوفل وقالت له يا ابن عم أو يا عم اسمع من ابن أخيك اسمع من ابني أخيك أخيك فطلب منه ورقة بن نوفل أن يقص عليه ما رأى أو يقص عليه ما الذي حصل فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما رأى ورقة بن نوفل كأن عينين انفتحتا له فرأى فيها أبعد مما بين المشرق والمغرب عين بصيرته فقال الله أكبر هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك ها إيش الانتقالة هذه الهائلة إيش ما الذي تقول إيش يعني لا لا يعني يعني القضية النبي صلى الله عليه وسلم تو خارج من حدث يريد أن يستفسر ما هو هذا الحدث فهذا الآن تجاوز قضية أنه أنه هذا حق هذا أكيد أنه هذا حق انتهينا يعني هذا الناموس الذي أنزل على موسى ولكن بعين بصيرته وبما يعلم من أخبار الأنبياء أن هذا الطريق طريق الأنبياء طريق صعب طريق فيه عداوة فقال لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ليتني أكون حيا يا ليتني فيها جذع ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا مندهشا مستغربا غير متوقع ما قال هل سيخرجونني قال أوى مخرجيهم يعني لماذا يمكن أن يخرجونني لما الذي يمكن أن يدفعهم إلى ذلك أوى مخرجيهم فقال ورقة لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي هذه قاعدة الرسالات وقاعدة طريق الحق لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي يعادة يعاديه الناس ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت خديجة رضي الله تعالى عنها التي آمنت به وصدقته فكانت أول مؤمن بهذه الرسالة النبوية صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى الحديث بقية إن شاء الله اشتركوا في القناة